من بوابة الإعلام الرقمي ومن صرح جامعة البحرين برزت الأستاذة خول الحسن في مجالها لسيما في تخصص التصميم المرئي فوصلت بمهارتها وقدرتها إلى عالم السينما فضلا عن تعاون العديد من المؤسسات والجامعات الإقليمية والعالمية معها وذلك لما تقدمه من أعمال مميزة وفريدة لم تكن لترضى سوى أن تكون فخرا لجامعتها وقبل ذلك وطنها سمقت المراتب العليا وعانقت المجد من خلال نبوغها في مجال الإعلام الإلكتروني حتى أصبحت مرجعا للعديد من المحطات والمؤسسات الإقليمية والعالمية مشرفي يغيب ويختارني أنا أكون بدالة أشرح في الصف أعطوني فرصة بأن أنا شارك بعد وأدير مشاريع تبع الجامعة فاختاروني تبع مركز الاختراعات اللي في كاتبري وقدرنا نطور موبايل أبليكيشن خاصة في الجامعة فكنت أدير بعض المشاريع اللي تخص الهواتف الذكية شاركت أيضا في مسابقة تخص استيديو معروف اسمه وانر برادرز من ضمن أعمال الاستيديو اللي هو فيلم هاريبوتر معروف الحمد لله فرصة يعني بالمركز الأول وهي الشي أعطوني فرصة بعدين في المستقبل أن أنا أشتغل في أحد أفضل الاستيديوهات الموجودة الحمد لله في العالم اللي هو اندسترال لايتان ماجيك هالاستيديو موجود في لندن ويشتغلون على أفلام هوليوود وعطوني بعد أن أنا أشتغل في الفيلم ذا باريسو في كاريبين حتى أعلنت عنه في السناب شات مالي قبل لا ينزل بفترة طويلة المصممة البحرينية والأستاذة بجامعة البحرين نمت تلك القدرات فبعد أن دخلت في مشاريع مبتكرة على صعيد الإعلام والسينما تأتي لينهل منها الدارسون لهذا التخصص ما في جعبتها من ضمن التجاربي أنا اشتغلت مع شركة جوجل رشحتني الجامعة وهو من ضمن التجارب اللي واحد استفاتت منها كان بحث عن العالم الافتراضي لكن كان يخص منطقة أوروبا فخذينا لفع على أوروبا نحاول نسويها البحث ونفهم أزيد في العالم الافتراضي لأن جوجل قاعدة تطور نظارة حديثة في هالمجال وعلى هذا الطريق يبدو أنها قد رسخت مهاراتها في طلبتها لتستنسخ خولة جديدة أو ربما من هو أفضل تعلمت منها مهارات ما كنت أعرفها الشيء اللي وايد خلونا نستنس أنها قاعدة تحاول أنها تطور خطة المالتي ميديا تطورون في المواد اللي قاعدة نأخذها ونواكب المواد اللي قاعدة تدرس في الخارج البحرين خول الحسن ليست أولى البحرينيات التي شرفنا اسم بلادهن من خلال تميزهن في مجالهن فهناك خولات كثيرات وهي إحدى هذه النماذج البراقة جوهرة صيغت لتكون دوما متلألئة جامعة البحرين كانت ولا زالت تزخر بالعديد من الدرر حتى باتت اليوم تفخر بكنوزها الثمينة لتلفزيون البحرين صالح يوسف ترجمة نانسي قنقر